زلزالة الأرض فصمتها ايه فصمتها دي ده؟ فصمت الشخصية يعني لا 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 يعني حصل شروخ فيها ويمكن الرسمة اللي ممكن تطلع دلوقتي على الشاشة أبي تورينا ده زلزال بيعمل ايه في الأرض؟ بيشقها الزلزال بيعمل حاجتين واحد صورة تانية برضو عشان نشوف من قرب كده ممكن الأرض تشق تبقى قد إيه؟ الأرض مشقوقة بسبب الزلزال الزلزال بيضرب الأساسات لأن القشرة الأرضية بتتحرك فبيضرب أساسات فالأساس لو مش مزبوط بتاع المبنى يروح واقع المبنى على طول على طول مش زي الريح فالزلزال بيمتحن الأساس اللي أنا بابني حياتي عليه وأنا قلت في تويتا قريب قلت زلزال كورونا ضرب الصحة والمال الكارثة المالية اللي جاي على العالم أكبر بكتير من الكارثة الصحية اللي جات بسبب كورونا فهذا الزلزال أضرب أساسين كبار أوي في حياة البشرية صحته وفلوسه والصراع طول الوقت كان هو أيهما أهم نسيب الناس تموت وتعيا ونكمل عشان الاقتصاد ولنوقف الاقتصاد وننجي الناس من المرض الناس بتوعي الاقتصاد ورؤساء الجمهوريات قالك يعني الاقتصاد أهم لأن اللي حيموته من الجوع أكتر ما حيموته من الفيروس والناس بتوعي البشرية قالوا حرم علينا لما احنا عارفيني أنه ممكن الناس تموت نوقف عجلة الانتاج ويقل الدخل ويقل الاقتصاد بس الناس تنجوا من هذا المرض اللعين هذا الزلزال ضرب الصحة والمال الحكتين اللي أغلى عند الناس فلوسي اللي بشتري بيها وصحتي اللي بعيش بيها من غير صحتي ما فيش حاجة لها لازمة ولو أنا صحيح ومعيش فلوس ما سواش هذا الزلزال ضرب أساسين من أساسات اللي الإنسان باني حياته عليها لكن الزلزال كمان بيشق بيشق الأرض بيشق الأرض آية جميلة قوي وده اللي سنحتفل به الأسبوع الجاي زي ما بقول في موت وصليب ربنا يسوع المسيح تكتبت الكلمات دي في متة وأصحح 27 وعدد خمسين لما أسلم الروح الرب يسوع فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح وإذا حجاب إليك كانت شق إلى أثنين من فوق إلى أسفل والأرض تزلزلت والصخور تشققت الزلزال بيشق الصخور بيشق الأسفلت بيشق الصخور والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيمته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين ولما رأى هذا قائد المقال بالحقيقة كان هذا هو ابن الله زلزال بيهز الأساسات فالإنسان بيتزعزع ولازم يراجع نفسه النهاردة أرجعنا أفوق تاني وأنا باني حياتي على إيه إذا كان الزلزال دا ضرب الحاجتين الكبار اللي عندي الفلوس والصحة يبقى أنا باني حياتي على حاجة هشة جدا والأنا باني حياتي على صخر الظهور لكن الزلزال أيضا بيشق بيشق الأرض عشان كده بيقوله اجبر كسرها الحمها تاني يا رب عالج الشأ دا عالج الشقوق اللي حصلت دا مش هينفي عامش في سكة مشقوق أكد ها ها اجبر كسرها يا سيدنا الرب شكرا